اشتركوا في القناة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل مادة من قانون التأمين الاجتماعي كما ناقشت ايضا مشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وقررت لقاء ممثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماعات القادمة لاتخاذ القرار بشأن المشروعين هذا والتقت اللجنة خلال اجتماعها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري وممثلي العمل لمناقشة المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي حيث اطلعت اللجنة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمبررات الاستعجال من جانب اخر قررت اللجنة طلب لقاء وزير التربية والتعليم للرد على اسئلة واستفسارات النواب بشأن الاقتراح برقبة بصفة مستعجلة بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول اخرى ورفضهم معادلة هذه الشهادات يوم الاربعاء مناقشة المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون العمل للقطاع الاهلي وتم لقاء مع وزارة العمل ممثلة بوكيل الوزارة صباح سالم دوسري وتمت الاجابة على معظم الاستفسارات والاسئلة التي طرحوها الاخوة سعادة النواب في لجنة الخدمات وان شاء الله سيحال الى المجلس للتصويت عليه كما ناقشت اللجنة لجنة الخدمات المشاريع بقانون التي تختص بالتقاعد الحكومي وقانون الاجتماعي العسكري وارتأت اللجنة انها تستدعي مجموعة من الخبراء او الموظفين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العسكري ترجمة نانسي قنقر